حضراتكم شايفين دي دائرة اختبار امتلاء او منسوب المياه في الخزان او في اي مشروع عايزين نشتغل عليه يبقى لازم نتابع المحتوى للنهاية علشان نقدر نستفيد ونشوفها نقدر نطور الفكرة دي ازاي بناء على طلب اخواتنا وحبيبنا المشاهدين المتابعين ده انا لما بأملأ الخزان بيبدأ يديني لمبة رقم واحد يكون مثلا نسبة خمسة وعشرين في المية واللمبة رقم اتنين نسبة مثلا نقول خمسين في المية ولما يكتمل مية في المية تقريبا يديني اللمبة الخضرة رقم تلات اقدر اعمل مرحلة تاني اقدر اقدر اعمل منسوب تاني اقدر طيب لما ينخفض بيبدأ بالتدريج يفصل معايا اللمبات زي ما حضراتكم شايفين طيب لما يمتلق تاني يبدأ يديني المنسوب الاول والمنسوب التاني والمنسوب التالي ده بالنسبة لي منسوب المية زي ما حضراتكم شايفين بسم الله ما شاء الله فكرة قيمة جدا طيب انا عايز اخواتنا وحبيبنا يتابعوا معايا علشان يشوفوا يقدروا يعملوا الدائرة البسيطة دي ازاي ويقدر ينفذها عنده بكل بساطة وكمان نقدر نطورها ازاي في الحلقة القادمة انا هنا لازم اشتغل على الدائرة البسيطة القيمة الاقتصادية اللي هتقدر تعملها بقالة تكلفة لكن ليها ضوابط وليها قوانين وطبعا عند مقاومات وعند مخطط عايزين نعرف انت عملت الحاجة دي ازاي علشان كل اخواتنا يقدروا يعملوها وينفذوها عندهم فياريت تقدر تدعمنا بالمتابعة للنهاية علشان نقدر نقولك ازاي ممكن نطور الفكرة وطبعا اي فكرة بسيطة بيجي وراها فكرة اكبر وبيجي وراها فكرة اكبر كمان ولازم نشتغل على التطوير ايه التطوير تطوير ان انا عندي الحساس الاول ده اول ما بيشعر اللمبة بتنور اللي هي بتاعة المرحلة الاولى لما بيجي هنا اللمبة بتاعة المرحلة التانية بتنور ولما بيجي هنا اللمبة بتاعة اخر مرحلة بتنور نقدر نزول المراحل كمان بحيث يبقى نقول لو كل عشرين سنتي امتلقوا في الخزان يديني لمبة نقدر نقدر نعمل كذا مرحلة نقدر نعمل اتنين نقدر نعملو مرحلة واحد زي ما احنا عايزين نقدر ننفذ ونقدر نعمل وكمان علشان اقولك ان الفكرة القيمة دي تقدر تطورها في ايه يبقى لازم تتابع معانا بفضل الله المحتوى للنهاية هنعمل زوم ونقدر نقرب كده ونشوف المخطط ده عبارة عن ايه وايه المكونات اللي احنا وصلناها وكمان الشاحن اللي انا شغال عليه ده كام فولت ونقدر نغيره ونستبدله بكام فولت طبعا الشاحن بتاع الموبايل بيشتغل معايا والشاحن بتاع 12 فولت برضو بيشتغل معايا شاحن صغار زي كده بيشتغل وانا افضل انك تشتغل على المحولات اللي ازاي دي بعد طبعا ما تعمل دائرة توحيد وهقولك ليه بفضل المحولات دي في الفيديو وانا بشرح بس الاول نجي نعمل زوم علشان نشوف المخطط ده ماشي ازاي على الطبيعة ونقدر نعمله او ناخد منه سكيرين علشان تقدر تنفذه عندك بكل بساطة هي دي مكونات الدائرة هنبدأ نسبتها كده على كرتونة علشان تبان فيه الشرح ونبقى نعرف ان المخطط بتاعها ماشي ازاي تقدر ترسمها عندك في ورقة دلوقتي حالا بنفس الطريقة وهنشوف ايه المكونات اللي موجودة فيه عندي ادي ترانزوستور ادي اللمبة الليد الخمسة فولت ودي المقاومة الميت اوم وهقولك ان احنا ممكن نستبدل الميت اوم ونركب مكانها مقاومة تانية يبقى هستبدل في الحالة دي المقاومة لخمسمية وسبعين لو انا هخلي الدخل يبقى اتنشر فولت تب لو انا هخليه خمسة فولت يبقى خلاص خليني شغال على المقاومة الميت اوم اللي موجودة معنا تب يلا نبص كده مع بعض على المخطط سريعا تقدر تاخد سكيرين منه نفس الشكل انت شايفه هنا المقاومات زي ما قلنا لكن المقاومة اللي متصل على الحساس اللي في الاسفل ادي مقاومة اه ياريت نركز كويس ادي المقاومة دي المقاومة دي يا جماعة علشان تبقوا عارفين دي مقاومة عشرة كيلو يبقى انت عارف ان دي عشرة كيلو اللي متصل على الحساس السابت اللي هيبدأ يحس مع كل الاطراف اللي موجودة قدامنا يبقى قولنا ان دي عشرة كيلو ودي ميت اوم ودي خمسة فولت ودي الترانزوستر اللي موجود معايا أدي واحد اتنين ثلاثة طب يلا نعمل زوم ونشوف رقم الترانزوستر ده كام علشان كل اخواتنا يبقى عارفين على الطبيعة بسم الله زي ما انتوا شايفين اه بي سي خمسمية ستة واربعين بي سي خمسمية ستة واربعين طب حدا هيقول انا مش لاقي بي سي خمسمية ستة واربعين اعمل ايه تقدر تستبدله بالسبعة واربعين هو هو نفس القيم ونفس الاطراف وقلنا ان الرجل دي جاية فين دي جاية كده متصلة معه كل الاطراف اللي زيها بالزبط يعني الاطراف اللي على اليمين كلها جات على طرف واحد وتجمعه على طرف السالب اللي رايح لتغذية الفولت اللي جاي من المحول طيب الطرف اللي في المنتصف هوادي فين الطرف اللي في المنتصف هيبقى متصل على الحساس اللي هيشعر بارتفاع او منسوب المياه وكمان الطرف بتاع ده اللي في المنتصف هيبدأ يشوف المرحلة بتاعته والطرف اللي في الاسفل ده برضو هيبدأ يشوف اول مرحلة اللي هتبدأ تقيس معايا وتنور اول لمبة عايز اقولك بقى على حتتين من اهم حاجة هتشوفها في حلقة اليوم علشان تركز وتبقى عارف انت بتعمليه افترض ان انا سبت المشروع بتاعي ده على خزان مياه وطبعا خايف من اي تلامس كهرباء او اي مشكلة احنا قلنا تقدر تشتغل على الخمسة فولت وقلنا تقدر تشتغل على الاثناشر فولت مفيش مشكلة لكن لما اشتغل على محول زي ده كده اتناشر وارد ان المحول ده يحصل فيه قفلة من الداخل او يسيح او يحصل تلامس على الاطراف فبالتالي توصل لي كهرباء عالية هنا او يحصل اي مشكلة طيب يبقى احنا عارفين نراعي الحتة دي ازاي نقدر نستبدل المحول بمحول زي ده بحس يبقى الملف الابتدائي لوحده والملف السنوي بعيد عن التاني نهائيا طيب دي حاجة مهمة طيب ايه الاهم تاني علشان نبقى عارفين وكمان نحرص منه في فكرة اليوم طبعا انا الدائرة دي ممكن اخليها في اي مكان قريب مني واخد الاطراف دي اوصلها على الخزان وبالتالي لازم اخلي الاطراف اللي هتنزل في المياه يعني ممكن اجمحهم كلهم جنب بعض كده على اي حاجة ويبقى مرحلة اتنين تلاتة اربعة خمسة زي ما انا عايز لو كلهم على حاجة زي القلم ده كده وابدأ اسبتها في الخزان بالشكل ده والخزان اول ما يمتلق ويجيب اول مرحلة هتنور اللمبة الاولى يخش على اللمبة التانية اللمبة التالتة وهكذا انا عايز اقول لك ان لازم الاطراف اللي هتكون موجودة في المياه تكون من معدن استلس ضد ان الاكسادة وضد انه هو كمان يصدي او يبوز منك يكون استلس يكون افضل حاجة علشان ما يحصلش فيه اي اكسادة نهائيا ويشتغل معك فترة اطول في المياه ويبقى ما فيش صدى ولا فيه اي حاجة نهائيا يتعرض لها الحساسات اللي موجودة في الخزان طيب انا عايز اقول لك بقى في اخر الفيديو طالما شفتني للاخر وانا بشكرك وعايز منك دليل بسيط او اي كلمة تعرفني ان حضرتك شفت الفيديو للنهاية في التعليقات عايز اقول لك ان انا الحلقة القادمة ان شاء الله لو حبيت اعملك الفكرة بحيس ان اللمبة الخضرة دي لما تنور يديك صوت هعملها لك طيب لو حابب ان اعملك فكرة اقوى من نهب كتير ايه هي ان اللمبة الاخيرة لما الخزان يمتلئ اعملك دائرة تانية تبدأ تفصل مطور المياه اقدر اعملها لك بفضل الله ولما الخزان ينخفض ويوصل لأول لمبة يبدأ يشتغل مطور المياه يبقى انا هشيل دماغي خالص من اني املأ الخزان واني افصل مياه الخزان ومن اني افرق مياه الخزان او يبقى فيه فائز شهيبقى فيه فائز نهائيا لانها يوصل مرحلة معينة وهيقطع الكهرباء عن الدائرة دي هنتورها انها تقطع الكهرباء عن المطور او تفصله نهائيا امتى يشتغل المطور لما ينزل المنسوب وتنور اول لمبة بعد انخفاض المياه يبدأ المطور يشتغل اوتوماتيك الفكرة دي نقدر نعملها لو حابب نعملها وشفت الفيديو للنهاية اكتب كمل الفكرة للنهاية ياريت تكتبها في التعليقات ونأسف على الايطالة بس حابب اوضح والناس اللي بتزعل من التوضيح ياريت يعني يكون عندك شوية صبر علشان كل اخواتنا الناس البسيطة تقدر تستفيد وتتعلم معنا تعمل الحاجات دي ازاي لان الحاجات دي خطرة جدا لو انا ما عملتهاش بعلم او بمعرفة او بالتزام ومع مرعاة طبعا الشروط الامنة ياريت تعمل لايك في اخر الفيديو وتشرفنا في التعليقات تشارك الفيديو عندك وتشرفنا بالاشتراك في القناة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة